لم يكن الآن فمتى أمام السلطات الإسرائيلية يطرح أهالي المحتجزين لدى حماس هذا السؤال يرددونه بغضب مطالبين بوقف الحرب وبدء مفاوضات تفضيل إطلاق سراح أبنائهم فالوقت ينفذ أمامهم هكذا تخبرهم حماس في آخر الإصدارات أما الحكومة وعلى رأسها نتنياهو فلديها رأي آخر وبين هذا وذاك يحتدم الخلاف بالنسبة لذوي المحتجزين لدى حماس لا بديل عن إيقاف الحرب لعودة أبنائهم أحياء ولا بديل كذلك عن استعجال المحادثات مع الحركة لتحريك هذا المسار المفاوضات جارية يرد رئيس الوزراء بن يمين تنياهو من دون كشف مزيد من التفاصيل عما يحصل وراء الكواليس الآن لكنه لم ينسى القول إن وقف الحرب غير وارد فالحرب ورقة ضغط كما يضيف لاستعادة المحتجزين هناك لا يريد وقفا لإطلاق النار تطالب به حماس إذن تريده الحركة شرطا لاستئناف التفاوض بخصوص الأسرة تريده كليا وشاملا حتى إنها رفضت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت تستأنف بعده الاشتباكات وعن حماس قالت مول سريت جورنال إن في صفوفها خلافات تعرق الاستئناف المفاوضات لاتفاق جديد لتبادل الأسرة وهذه خلافات لا تغيب عن مجلس الحرف في إسرائيل فهناك تتضارب الأراء بشأن استئناف المفاوضات بعضهم يريدها وثم تاما يرفض وجودها بالأساس وبينما تحتدم الخلافات في إسرائيل وفي صفوف حماس يذوب جليدها بين رئيس الوزراء القطري ورئيس المسادة الإسرائيلي الرجلان التقيا في أوسلو كما ذكرت وولستريت جورنال وكان اللقاء إيجابيا بخصوص ملف إطلاق محتجزين في غزة تضيف سي أن أن تقول سي أن أن أيضا إن قتل الأسرة الإسرائيليين بالخطأ زاد الححى إسرائيل بشأن طلب تفاوض حول صفقة أسرة جديدة مع حماس أما الوصول إليها فيبدو مهمة طويلة وصعبة ومعقدة وفق التسريبات فما حدث في أوسلو من لقاء قطري إسرائيلي ليس سوى البدايات ترجمة نانسي قنقر هل تأخذ إسرائيل العبرة من التاريخ الذي يوصف بأعند المعلمين؟ سؤال يبحث عن إجابة في الأوساط الإسرائيلية التي يشتد فيها الجدل بخصوص ملف محتجزين لدى حماس في هذا الملف هناك موقفان ذو الأسرة الذين يطالبون بوقف الحرب وبدء التفاوض كي يعود أبنائهم أحياء وسلطات المتمسكة باستمرار المعارك فالحرب هي الضامن لاستعادتهم كما تقول وما أخذ بالقوة لا يسترد بالمفاوضات فهل يصح هذا في حالة المحتجزين الإسرائيليين؟ كلا يجيب التاريخ ففي هذا الملف بالذات لم تنجح تل أبيب في استعادة أسرها إلا بالمفاوضات بعضها نجح كصفقة جلعات شليد في أكتوبر 2011 في إبريل 1978 هناك حكاية مماثلة وقتها أسرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الجند الإسرائيلي أبرهام عمرام في عملية سمتها الليطاني وخاضت منظمة التحرير الفلسطينية التي كان يترأسها حينها ياسر عرفات مفاوضات مع الإسرائيليين لإجراء عملية تبادل وأدت في النهاية إلى إطلاق صفقة النورس في يناير 1979 وتقوم على إطلاق الجند الإسرائيلي مقابل 76 أسيرا فلسطينيا كذلك صفقت عام 1983 التي وصفت بالكنز الكبير ففيها أطلقت إسرائيل 4700 فلسطيني ولبناني كانوا في سجن أنصار جنوب لبنان وفي المقابل أطلقت فتح سراحة 6 جنود إسرائيليين وقعوا في الأسر في سبتمبر 1982 لكن ماذا عن محاولات استعادة الأسر الفاشلة التي قامت بها إسرائيل إنها كثيرة يقول التاريخ وتقول الفصائل تذكروا ما حصل للأسير رون أراد وهذا طيار إسرائيلي أسقطت حركة أمل اللبنانية طائرته أثناء غارة على صيدة عام 1986 ولا أحد يعلم عنه شيئا منذ 37 عاما على الرغم من محاولات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إلا أن الأنباء تتضارب بشأنه حتى الآن في عام 1994 رفضت إسرائيل التعاطي مع مطالب حماس التي قامت بأسر الجندي نحشون فاكسمان وفي النهاية قتل الجندي وقتل ووصيب أيضا جنود إسرائيليون حاولوا تحريره بالقوة أيضا عام 2014 أسرت حركة حماس الجنديين أرون شاول وهدار جولدن في كمين عسكري في 2016 أسرت كتائب القسام جنديين آخرين وجميعهم لا تعلم إسرائيل عنهم شيئا رغم المحاولات ما يجعل مصيرهم أقرب إلى مصير رون أرات ترجمة نانسي قنقر إذن نناقش هذا الملف مع ضيفي من اسطنبول عبر الأقمر الصناعية سيد إبراهيم المدهون الكاتب والباحث السياسي أهلا بك ومن حيف عبر تطبيق زوم السيد إيهاب جبرين الكاتب والباحث في شؤون الإسرائيلية أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد إيهاب وتحديدا مما ورد قبل قليل عن مصادر أمنية مصرية إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار والخلاف المتبقي هو على التفاصيل نعلم أن حماس اليوم مصر على وقف إطلاق نار دائم وشامل وكامل كشرط للعودة لصفقة لتبادل الأسرى ماذا نفهم من هذه المعلومات التي أتت عن هذه المصادر؟ وهل ترى عاملا واقعيا يمكن أن يعيد الطرفين إلى اتفاق تبادل الأسرى؟ نعم تحياتي مساء الخير بطبيعة الحال يجب ربما أن نعود إلى المربع الثاني لهذه العملية وهو اليوم الثامن للهدنة أو يوم خرق الهدنة بشكل أدق النتنياو حاول تصريك ذلك بأنه المرحلة التالية أو مرحلة رد الاعتبار بالذات بأن الهدنة الأولى كانت قد كتبت على إسرائيل وهي صاغر فهو حاول أن يعيد ترتيب الأوراق مرة أخرى من جديد وأنه في نهاية المطاف نتنياو يعني يغامر هنا ويقامر بكل الأوراق الموجودة فقط لكي يلوذ بالفرار بذاته وبنفسه وحاول أن يعيد كل هذه الأوراق بطبيعة الحال ولكن ربما وجد نفسه في خضام كل هذه المرحلة في مأزق أكبر أصلا مما كان عليه ما قبل هذه الهدنة الأولى أي بكلمات أخرى وحاول بشكل فعلي ربما أن تكون هناك عمليات لتحرير الأسرى لأنه يجب أن نتذكر نتنياو منذ اليوم الأول أعلن عن كل هذه المعركة وهذا العدوان لسببين إثنين السبب الأول أمام الشارع الإسرائيلي لتحرير الأسرى والسبب الثاني أمام الرأي العام العالمي وهو الإطاحة والإباطة بحماس ولكن على أرض الواقع وبالذات في المرحلة الثانية لهذا العدوان الإنجازات هي العكس تماما الضد هو يقتل أسراه ويقتل المدنيين والعزل في داخل القطاع أي بكلمات أخرى بعدما خسر الحجد الذي كان له في رأي العام العالمي بدأ يخسر بشكل فعلي رأي الجماهير الأسرائيلية والشارع الإسرائيلي سيقبل بوقف إطلاق النار الآن سيد إيهاب؟ جميل جدا وهنا الإشكالية في ناتر مطرف نحن نتحدث عن كابينيت عن مجلس الحرب نتنياه هو جزء الحكومة هي جزء من هذا مجلس الحرب وربما يمكن أن نقولهم في معزلة أصلا من اتخاذ القرار لوحدهم هو دريمير فقط لوحدهم في داخل مجلس الحرب على رأي واحد نحن نتحدث عن جانتس الذي موجود في المحكومة بطبيعة الحال ولكنه من المعارضة جالنت كذلك لديه موقف نوعا ما مغير ولا يريد أن يتسخ مع نتنياه هو أن يغرق معه في هذه الرمال المتحركة وبطبيعة الحال الجيش الذي يريد أن يحسن من صورته في خضام كل هذه الفترة الشباك والمساد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية كل منهما باعتقاد لديهم رأي مغير لبن يمين نتنياهو ولهذا السبب حتى الإجماع الذي كان يوجد لديه في داخل الكابينت بدأ يخسره الآن باعتقادي أن الإشكالية هي الإشكالية وقف إطلاق النار جزئية وقف إطلاق النار حولت اليوم أن أتبين ذلك من بعض الشخصيات في داخل من الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي من الإعلام الإسرائيلي تحديدا بطبيعة الحال الكل يستبعد الذهاب على وقف كامل لإطلاق النار ولكن بكلمات أخرى بعض الشخصيات قالت يمكن أن يكون هناك خلق لهذا الوقف إطلاق النار في مرحلة معينة إن ذهبوا إلى خلق؟ نعم طيب خلق من هنا أذهب بسؤالي لسيد إبراهيم أهلا بك من جديد سيد إبراهيم وأنطلق أيضا من هذه المصادر أو النبأ الذي أجانا عن مصادر أو جاءنا عن مصادر أمنية مصرية أنه في انفتاح من إسرائيل ومن حماس على وقف إطلاق النار لكن غير واضح ما المقصود بوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار مؤقت أو شامل وكامل ومستدام كما نعلم حماس مصر على شرط وقف إطلاق النار دائم وشامل وكامل ماذا نفهم من هذه المصادر؟ على ماذا اليوم حماس منفتحها بالضبط؟ وما المتوقع من المباحثات التي تجري اليوم بين الجانب القطري والإسرائيلي؟ بالنسبة لحماس يما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يحكى عن خلافات بين قادة حماس بما يخص صفقة تبادل الأسرة وشرط وقف إطلاق النار في البداية هناك تقدير موقف داخلي لدى كتائب القسام أنها وصلت لمرحلة الأمان الاستراتيجي معنى أنه لا شيء الآن يضغط عليها وهي قادرة على المنورة وقادرة على أخذ المكاسب أكثر في المرحلة المقبلة ولهذا كتائب القسام دائما تقدر أنه لا داعي الآن للاستعجال أنا باعتقادي أن حماس اليوم لديها ثلاثة شروط أو رؤيتها تقوم على ثلاثة أعمدة أساسية في موضوع الهدنة الشرط الأول ووقف دائم لا تريد وقف مؤقت لإطلاق النار كانت تحتاج هذا الوقف في المرحلة الأولى لسببين للتخلص من الأسرى المدنيين ولإعادة ترتيب أوراقها أعتقد أن كتائب القسام في الهدنة السابقة رتبت أمورها واستطاعت أن تطور من أدائها وهذا ما يشهد له الميدان الآن اليوم حماسي تقول أنها قسرت كل شيء أو أنها لا شيء تخسرون الآن أمام التوحش الذي بدأ به الاحتلال الإسرائيلي وأنها قادرة على التعايش مع هذه الحرب طالما أن العدو الإسرائيلي لن يوقف الحرب بشكل كامل الشرط الثاني هو إغاثة أو الشرط الثاني قبل إغاثة هو انسحاب القوات الإسرائيلية لا أعتقد أن تذهب حماس إلى عملية تبادل أسرى بين الجنود وأسرها والجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة أعتقد أنها ستصر أن يكون هناك انسحاب كامل من قطاع غزة الأمر الثالث هو عملية إغاثة قطاع غزة والعمل على إيجاد مخططات حقيقية ودول ترعى عملية الإعمار هذه رؤية حركة حماس للواقع الآن هل هي قادرة على الضغط على ذلك؟ أنا أعتقد قادرة بالنسبة للخلافات لا أعتقد أنه يوجد خلافات كيف هي قادرة؟ بعد إقادك سيد إبراهيم هي قادرة فقط من خلال التطورات الميدانية أو ميدانيا عسكريا؟ ميدانيا كما هو معروف أن حماس الآن وكتائب القسان تقف على أرض صلبة قادرة على إدارة العملية العسكرية بشكل ممكن أن يمتد لشهور بالنسبة للخلافات الداخلية أنا أعتقد أنه لا يوجد خلافات ولكن إدارة الصراع مع إدارة المفاوضات لدى حركة حماس أعتقد أن الأولوية هو لرأي قطاع غزة لرأي كتائب القسان وقيادة قطاع غزة ويحيى السنوار وباعتقادي وكما نعرف أن يحيى السنوار وقيادة كتائب القسان مطلعين ولديهم تواصل مع من يدير المفاوضات بشكل مباشر وأعتقد هم الذين يسرون أكثر على موضوع أنه لا يمكن الذهاب إلى وقف جزئي في هذه المرحلة ويجب أن نصل إلى وقف كامل لعملية إطلاق النار هذا هو الموقف بأتقادي من هذه الزاوية نعم نعم أسألك فقط عن الشروط الثلاث التي وضعتها على رأس وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع لكن اليوم نتنياهو يتحدث عن معركة وجودية وعادة ويتحدث عن القضاء أو الهدف القضاء على حماس يبدو أنه من الصعب جدا أن تفرض هذه الشروط على إسرائيل إذا لم يأبه نتنياهو بهذه الشروط ولم يأبه للأسراء الإسرائيليين في القطاع هل سيكون في مصلحة حماس أن تستمر هذه الحرب هي ليست بمصلحة أحد أن تستمر هذه الحرب وأعتقد حماس تريد أن توقف الآن ولكن هناك ثلاث متغيرات مهمة يجب الالتفات إليهم هناك تغير في المزاج الشعبي أو المزاج الجماهير الإسرائيلي هناك استطلاع رأي سبعين في المئة يطالبون بوقف إطلاق النار والذهاب إلى عملية التفاوض هناك تغير في أيضا الإدارة الأمريكية هناك تصريحات لبايدن تريد وتحث على الذهاب إلى وقف إطلاق النار التغير الأخطر والأهم باتقادي هو تغير الجيش إدارة الجيش قيادة الجيش الإسرائيلي يبدو أنها ذهبت أنها من العبث الاستمرار بعملية لا يمكن أن تحقق أي من أهدافها هناك ثلاث أهداف لم يحققوا لم يقضوا على حماس لم يحرروا الأسراء ولم يسيطروا على قطاع غزة بالأمس كان تصريح مهم جدا لجيش الإسرائيلي قال أنه يحتاج إلى شهور من أجل السيطرة على خان يونس فقط معنى ذلك أنه يضع أفاق تعجيزي ويقول للعالم وأعتقد أن الرواية التي صدرها الجيش بقتل ثلاثة من الأسراء الإسرائيليين هي رسالة تحريك للجمهور الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي أن هذه العملية هي التي ستؤدي إلى مقتل الأسراء إلى تحريرهم ولهذا كان هناك استجابة سريعة في الشارع الإسرائيلي وفي النخب الإسرائيلي للضغط على نتنياهو أنا أعتقد أن نتنياهو الآن بات أقرب إلى العزلة في موقفه ليحافظ على نفسه وليهرب من المتغيرات ومع ذلك هناك حديث الآن داخل الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تغيير نتنياهو اليوم رئيس المعارضة تحدث عن ذلك أنه حتى يمكن أثناء الحرب تغيير نتنياهو معنى نتنياهو أعتقد أنه بات الحلقة الأضعف طيب سيد إيهاب ما رأيك بما قاله سيد إبراهيم نقترب بعد عدد قليل من الأشهر للانتخابات في إسرائيل بالفعل هناك من يعول على هذه الانتخابات على أن تزيح نتنياهو من المشهد ربما حتى الإدارة الأمريكية تنتظر هذا التوقيت لتعكس أو تترجم توجهاتها بما يخص هذه الحرب فيما بعد على الإدارة الجديدة في إسرائيل كيف تعتقد هذا الاستحقاق تحديدا يمكن أن يغير من المشهد جميل جدا والسؤال بطبيعة الحال هو سؤال مهم ويجب أن نقف عندنا في طريق إلى هنا كان هناك لافتة مفوعة ومكتوب عليها نقوي الجيش نتخلص من نتنياهو هذه المعادلة الآن في داخل الشرع الإسرائيل موافق بهذه الجلسية الشرع الإسرائيلي يريد أن يتخلص من نتنياهو لكي يعزز من قوة الجيش بل هو يعتقد أن التوغل وهذه الخسارة التي بدأت تكبدها الجيش هي خسارة التي تتسبب في نهاية المطاف بسياسات نتنياهو وهنا جزئية يجب أن نقف عندها الشرع بغض النظر عن امتعاضه مما يجري في الميدان أو من حبه لما يجري في الميدان هو يقف دائما سدا منيعا ومرصوصا خلف جيشه لأنهم يجب أن نتذكر الكل هما خريجي هذه المؤسسة الكل هو خريجي مؤسسة الجيش الإشكالية تبقى أنهم يعلمون جدا أنه منفذ للأوامر هم يعودون بالتالي إلى من يعطي هذه الأوامر ومن يؤجج هذه الخرب ويعطيها هذه التدعيات فتعود الإشكالية الإشكالية السياسية في نهاية المطاف ولكن هنا يجب أن نقف عند معضلة مهمة جدا موجودة فيها إسرائيل إسرائيل أي نعم تريد أن تتخلص من نتنياهو ولكن يجب أن نتذكر على مدار خمس سنوات سبقة إسرائيل لم تستطيع التخلص من بنيمين نتنياهو هو أخذ إسرائيل وأدخلها في داخل أزمة قانونية وأزمة قضائية فقط لكي يلوذ وأزمة كياضية حتى لكي يلوذ بنفسه من الفرار من المحاكم التي تنتظره بطبيعة الحال فما بالنا الآن الآن تنتظره محاكم ولجان تحقيق وهو مستعد وهو ما يفعله تحديدا الآن أن يأخذ إسرائيل ويضعها في دوامة في أزمة أمنية حقيقية فقط لكي يلوذ بنفسه من الفرار إسرائيل ما زالت تنتظر من نتنياهو أن يضرب كفا بكف ويقول ماذا فعلت بإسرائيل هو حتى هذه اللحظة يضرب كفا بكف ويقول ماذا جنيت على نفسي هذا ما يقول به بنيمين نتنياهو وبالتالي هنا يجب أن نعود إلى معضلة أخرى المعضلة الثانية أن الحكومات في إسرائيل تنتحر ولا تقتل أي بكلمات أخرى الخلل لتفكك الحكومات والذهاب إلى انتخابات يجب أن يكون من الداخل وهذا الأمر الذي قام بتوطيضه بن يمين نتنياهو لدي 64 عضو كناسة تقريبا جلهم من اليمين واليمين المتطرف إن كان من الليكود إن كان من المتدينون الحردين بطبيعة الحال الذين وجودهم في داخل الحكومات إسرائيل المتباينة والمتغيرة فقط بسبب الميزانيات والموازنات وهو أغضقهم بها فقط في الأسابيع الأخيرة موازنة التي تم تمريرها 2023 وكذلك لديه سموتريتش وبينكفير جمهور المستوطنين هو بدأ يداعبهم أكثر فأكثر بدأ يغني على نغمتهم أكثر فأكثر لأنه كان في معزل من داخل مشهد الليكود فلذلك لكي يتحقق هذه الجزئية الولايات المتحدة والدولة العميقة في داخل إسرائيل تراهن باعتقادي على شخصيات قيادية في داخل الليكود تراهن على جلانت تراهن على إيدلشتين وتراهن كذلك على بركات بطبيعة الحال هؤلاء إذا قاموا بتمرد حقيقي في داخل هذه الحكومة وفي داخل حزبهم يمكن أن نرى التفكرك وبالتالي التخلص من نتنيان شكرا جزيلا لك سيد إيهاب جبرين الكاتب والبحث في شؤون إسرائيلية أشكر موصولي سيد إبراهيم المدهون الكاتب والبحث السياسي شكرا لكم